السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن مخصصه اليوم لسورة عظيمة مباركة سورة تعالج قضايا النفس البشرية سورة انزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واترت فيه تأثيرا عظيما وكان يتلوها على صحابته ويطلب منهم ان يدعو بعد قراءتها هذه السورة هي سورة الشمس التي يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها فلا يخافوا عقباها هذه السورة المباركة نزلت وما زال الاسلام غريب وما زال الصحابة المستضعفين في الارض نزلت بعد سورة عبس وتولى حينما عقد النبي الكريم ذلك اللقاء مع كبراء قريش ومع زعمائهم ومع اثريائهم طمعا في ان يسلموا فيتقوى بذلك ظهر الاسلام وتتقوى بيضة الاسلام وشوكة الاسلام ولكن ابوا ابوا ذلك لماذا لان عبدالله بن ام مكتوم افسد على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حواراته مع هؤلاء الكبراء فنزل قول الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وانصرف الناس عن النبي الكريم ولم يريد ان يسمعوا كلام الله لكن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد دائما ينزل المزيد من السور ومن الايات فيها الدلائل والبراهين لكي يقنعهم بحقيقة الايمان وحقيقة التوحيد ولكي ينصهروا في هذا الدين الجديد الذي هو الدين الحق فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجلس مع هؤلاء القوم كل مرة يقترب منهم ويحاول اقنعهم فنزلت عليه هذه السورة سماها ربنا عز وجل سورة الشمس لماذا لان الشمس امتدأت بها وكلمة الشمس كلمة وردت في القرآن الكريم تلاتا وتلاتين مرة لانها مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله على الخلق فاول الكلام قال ربنا عز وجل والشمس وضحاها بدأ بالقسم وكأنه يلفت انظار هؤلاء الكفار والمشركين والملحدين والمتشككين يقولون لهم اذا كنتم تشككون في امر هذا الدين وفي الخالق فانظروا الى السماء انظروا ارفعوا رؤوسكم وانظروا الى الشمس والشمس هذا الكوكب المنير السراج الذي هو وغاج هذا الكوكب الذي فيه طاقة خطيرة به تضيء الكرة الارضية برمتها وحينما يغيب نحتاج الى مصابيح شتى هذه الشمس ترسل لنا اشاعتها دافئة وبها يقع التمار والزروع ونهضة زراعية وفلاحية عظيمة وفيها استشفاء للامراض والاسقام هذه الشمس عظيمة ربنا عز وجل يقسم بها ويلفت الانظار والشمس وضحاها خصوصا عند الضحا لما ينتهي الليل ويبدأ النهار وتبدأ الشمس بالاستقاد من نومها تشرق من مشرقها تصطع منظر رهيب منظر عجيب ايها الاحباب الكرام انتبهوا التفتوا الى الى هذه المظاهر انها معجزات دالة على وجود الخالق ويبي حسبان تصعد بالدقيقة والتانية لا يمكن ان تتأخر وحينما تستع انها تقدم خيراتها للخالق اجمعين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ربنا يقول لنا انتبهوا الى القمر حينما تغيب الشمس ويأتي ظلام الليل فاني ارسل اليكم القمر منيرا وكأنه مصباح خفيف حتى تناموا في هدوء واطمئنان فهو يضيء عليكم دون ان يزعجكم انظروا الى القمر والقمر اذا تلاها هناك حركة دعوبة بعد ان تغيب الشمس يستع القمر وهنا هذه الحركة هي متتالية والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها يا عباد الله اذكروا نعمة الله عليكم بالنهار النهار هو عطاء حينما يأتي يوم جديد هذا رزق جديد وهذا فتح جديد وهذه فرصة ذهبية جديدة النهار غدا ان شاء الله سيأتي نهار جديد فيه بركة لا بد ان نحمد الراء الله ونشكره على هذه النعمة والنهار اذا جلاها النهار فيه جلاء فيه وضوح تصوروا بان لو كان في النهار غمام او كان فيه ظلام او كان فيه سحب مظلمة او مقفهرة كيف سيكون حالكم لكن النهار فيه جلاء فيه شمس وفيه ضياء وفيه رحمة وفيه نور واشراق والنهار اذا جلاءها والليل اذا يخشاها الليل لما تنامون وتشعرون بهدوء تام ربنا عز وجل يسكت حركية الوجود ويقول لكم ناموا ناموا في روح وريحان فينام عباد الله تعالى نومة عميقة طيبة مباركة نوم عظيم ونوم كبير يغشى الناس ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك والسماء وما بناها والسماء وما بناها يلفت الانظار الى السماء هذه السماء بناها الله تعالى ورفعها بغير عمد ما في اعمدة ما في هناك جسور تحمل هذه السماء انها مرفوعة بقدرة الله بدون عمد ترونها ثم قال والارض وما طحاها هذه الارض هي اصلها كروية لكن الله تعالى طحاها بمعنى انه جعلها جعلها مثل الدحية وجعلها ممتدة تظهر للعيان كأنها منبسطة وفي الاصل كروية وقد طحاها الله تعالى رحمة بالعباد هذا قسم كله قسم ربنا يلفت انتباه خلقه لكي ينظروا الى مظاهر الكون ومظاهر الافلاك والنجوم والكواكب والسدوم التي محيطة بنا نحن احيانا ننسى هذه المظاهر ونلتفت الى المشاكل اليومية ازمة سكن ازمة نقل ازمة مواصلات حرية التعبير حرية التجمهر في قضايا ضيقة جدا وننسى القضايا الكبرى اننا نتأمل في جلال الله وعظمة الله فربنا يقولنا يا عبد الله اياكم ان تغفلوا تأملوا في جلال الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان كلما جاء غم عليه الليل ونظر كان يبكي مرة اندخل عليه بلال ويبكي قال ما يبكيك يا رسول الله قال كيف ولا ابكي وقد انزل علي قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الصالحون واهل الله عندهم عبادة يتميزون بها من غير الصلوات الخمس ومن غير صيام رمضان ومن غير حج بيت الله الحرام هناك عبادة يقومون بها دوما وابدا وهي عبادة التفكر والتأمل والتدبر في جلال الله وعظمة هذا الكون الفسيح وكأن الله تعالى يقول لكفار قريش ومن على شكلتهم قبل أن أحدثكم وقبل أن أتكلم معكم انظروا إلى عظمة الخلق لكي تدركوا عظمة الخالق من خلال التأمل في الكون ندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث تفكروا في خلق الله تهتدوا ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا ذات الله تعالى ليس كمثله شيء وإنما نتعرف على عظمته وعلى قوته وعلى سعة علمه وعلى جبروته وعلى بطشه وعلى رحمته وعفوه من خلال مظاهر الكون الفسيح وكل شيء دال وشاهد على أنه الواحد سبحانه وتعالى ثم ينتقل ربنا عز وجل إلى القسم بشيء آخر ينتقل من مظاهر الكون العظيمة من النجوم والكواكب وهذه المتطابقات الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ينتقل إلى النفس البشرية وهنا مربط الفرص فالصورة المباركة تريد أن تحلل لنا قضية النفس البشرية إذا كنت أيها الإنسان لا تهتم بالكون والأفلاك والنجوم وليست عندك أريحية لك تتأمل وتتفكر في الوجود لكن رغما عنك سوف تتفكر في نفسك التي تحملها بين جوانحك هذه النفس سوف تتعبك هذه النفس سوف تجعلك شقية هذه النفس ستجعلك مرتبكا وتبحث عن حقيقة ما الذي تعاني منه هنا ربنا عز وجل قال بعدها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كل هذا الكلام لكي يصل ربنا عز وجل للحديث عن النفس البشرية ويأخطر ما خلقه الله تعالى لأن هذه الكواكب هي مبرمجة هي مخلوقة ومصنوعة وعندها نظام دقيق لا يمكن أن تخرج عنه مثل الساعة هي مبرمجة برمجة إلهية لكن النفس البشرية التي نحملها بين جوانحنا هي خلق عظيم خلقه الله تعالى ومتقلب وفيه دقائق وفيه حقائق وفيه رقائق وفيه موانع وفيه عكوسات وفيه فتحات وفيه إشراقات النفس البشرية غريبة يصورها علماء النفس أنها مثل الكمان مثل الجتاغ هذا الكمان فيه أوتار نفسك هي عبارة عن أوتار الأوتار النفسية مثل الأوتار الموسيقية فيها متقابلات كل وتر يقابله رن متقابلة عكسية في حب في كره في خوف في رجاء في أمل في يأس في تفاؤل في تشاؤم في مشاعر متداخلة أحيانا النفس البشرية غريبة تحدث عن القرآن الكريم كثير في مختلف الآيات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها تكلم مرة وقال إن النفس لأمارة بالسوء ومرة أخرى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها ثم ترتقي هذه النفس فتصير نفسا مطمئنة نفس المؤمنين الصالحين يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مشكلة البشرية الأولى هي مشكلة النفس الحروب التي تقع في العالم والدمار والخراب والظلم والإداء والحجرة وأكل أموال الناس بالباطل كل هذا رغم هناك قوانين مكتوبة ومصادق عليها من طرف برلمانات وهناك مواتيق وعهود كل ذلك كله على الورق المشكلة الأكبر مشكلة في النفس إذا كانت للنفس البشرية طيبة وكانت صالحة وكانت طاهرة وكانت نقية لا نحتاج حتى لهذه القوانين لا نحتاج حتى لهذه المؤسسات التي ترعى القوانين لأن الإنسان بنفسه سوف يكون طيبا مسالما ويكون فاعلا إيجابيا أما إذا كانت هذه النفس فيها الخيانة والخداع وفيها الظلم وفيها حب التملك وحب السيطرة والبطش فنحتاج إلى الكثير من المؤسسات وأجهزة الرقابة وأجهزة المحاسبة ونحتاج إلى المحاكم وإلى السجون وإلى قوة الرذع نفس غريبة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الإلهام هناك الإيمان بالله تعالى إذا آمن العبد وإذا سلم أمره إلى الله ربنا يعطيه الإلهام هل تجد هناك أناس بسطاء عندهم تقف عامية بسيطة لكن عندهم إلهام عظيم وعندهم معارف وعندهم فتحات حينما تجالسه تلتمس منه الحكم واللطائف لماذا؟ لأنه آمن بالله وخضع لجلاله فألهمه الله هناك الإلهام دعونا من العلم الكسبي الذي يحتاج إلى مدارس ومعاهد عليا وجامعات ويحتاج إلى أساتد خبراء ويحتاج إلى دروس وإلى امتحانات وإلى توزيع شواهد مصدقة عليها هذا علم كسبي هناك علم آخر رباني علم لدني هذا العلم المبارك ربنا يعطيه بالإلهام لذا قال فألهمها فألهمها الإلهام هناك من يحرم الإلهام هناك من يقرأ كل شيء يقرأ في الاقتصاد وفي العلوم السياسية وفي الفيزياء والكيمياء وفي طبقات الأرض وطبقات الجو والطب والفلسفة والكل العلوم لكنه حرم الإلهام لأنه لا يؤمن بالله وأنه لا يخضع لجلال الله فيغلق عنه الله تعالى باب الإنهام فيبقى يضوه في حلقة مفرغة ونفس وما سواها ربنا يقسم بالنفس والمقسم عليه أو جواب القسم هو فألهمها فجورها وتقواها هناك نفس أعطاها الله تعالى الفجور وهناك من ألهمها التقوى هذه اللحظة هذه اللحظة هناك أناس في طاعة منهم من يصلي منهم من يقرأ القرآن منهم من يسبح لله منهم من يتابع بردامج ديني منهم من يتذاكر مع أهل الله وفي أناس الآن متلبسين بمعصية الآن هذه اللحظة قد يكون في مكان ما يشرب خمرا يقع في زنا يأكل أموال الناس بالباطل يظلم يسيء فهذه النفس في كل وقت وحين تشتغل فألهمها فجورها وتقوها فيقرر ربنا عز وجل ما هو الأساس قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أفلح الذي يقوم بتزقية نفسه التزقية تزقية النفوس تكون بأن يكون العبد قريبا من ربه والقرب إنما يتحقق بالمحافظة على الصلاوات الخمس والمحافظة على جلسة الدكر مع أهل الله وأنك ترافق الأخيار الأبرار ولا تغيب عن كلام الله دائما تسمع القرآن الكريم وتسمع الدروس والمواعد هنا تتزكى النفس ونفس وما زكاها قد أفلح من زكاها التزكية والتزكية يقول فيها العلماء المؤذبون يقولون هناك التخلية قبل التحلية تؤدي إلى التزكية التخلية ماذا تخلية النفس يعني تبدأ أولا أنك تزي من نفسك كل العوائق في نفسك نفسك فيها مثلا فيها كبرياء فيها خويلاء فيها عجب فيها حب تظاهر بين الخلق في كراهية في بغضاء في حسد هذه كلها أمراض لا بد أن تتخلى عن هذه الأمور التخلية ثم التحلية التحلية بماذا تحل نفسك بالمحبة بالمودة بحب الخير للناس أنك تريد أن أن يعم السلام في كل مكان تزكية بعد التخلية والتحلية نصل إلى التزكية تصير نفسك مزكاة زكية طيبة تشعر بأنك مع الله أينما كنت وأينما ارتحلت أنت مع الله ولا ترى في الوجود سوى الله ترى الكون بأسره فيدكرك بالله حينما تأكل طعام يدكرك بعطاء الله فلينظر الإنسان إلى طعامه لما تكون مع زوجتك تتفكر قول الله تعالى ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بناكم مودة ورحمة لما تكون مع أولادك تفرح وتقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب المشاء الدكور أو يزوجهم دكران وإناثا وهكذا في كل مكان ترى تجليات الله تعيش مع الله ليلا ونهارا في الحركة والسكون في العمل وفي الراحة في كل وقت وحين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هناك من يدس نفسه هناك من يلقي بها إلى مهو الفساد والرديلة هناك من يظلم نفسه هو يؤديها فقد خاب معنى خسر معنى ضيع الفرصة بين يديه هذا الخطاب كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا وصل إلى هذه الآيات يقول يرفع يديه ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم آتي نفسي تقوها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ويقرأ ويجمع صحابته ويقول قولوا معنا هذا الدعاء فيقولون جميعا من خلفه صلى الله عليه وسلم كلما وصل إلى المقطع اللهم آتي نفسي تقوها زكيها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها هذا الكلام سمعه كفار قريش وبدأوا يقولون وما خلاصته وبعد كل هذا الكلام ما المطلوب يا محمد فجاءت تمة الآيات ربنا ينتقل وهو يخاطب كفار قريش وينتقل إلى أمة كانت قبلهم أمة جاءهم نبيهم بالهدى جاءهم نبيهم بالإيمان جمأوا نبيهم بالنور لكنهم رفضوا وتعنتوا وحاول معهم جميع الوسائل لكي يرضيهم لكن دائما متعنتين كانت عاقبتهم ضمار شامل وخراب كامل هذا تهديد ربنا حينما يتكلم باللطف ويتكلم بالإحسان ويتكلم بالرحمة فهناك شرح كبير من الناس هذا يسمعنا الكلام فيزددنا إيمان ويقين لقد نفئة من الناس رسق صحا هؤلاء الناس قلوبهم مثل الحجر فينتقل بهم ربنا عز وجل من كلام الوعد إلى كلام الوعيد يعطينا نموذج بشري رفضوا الدين رفضوا القرآن رفضوا الهدى ماذا أصبهم هذا القوم لهم كنموذج هما قوم ثمود قال ربنا عز وجل في تتمة الآيات بعد أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد افلح من زكاها وقد خواب من دستها كذب الثمود بطغوها إذن بعث أشقوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أعطانا نموذج بشري لهو قوم تمود تمود قبيلة هي في الجزيرة العربية بعيدا شيئا ما عن المدينة المنظرة وثمود هؤلاء كانوا أقوياء وكانوا مثل السناليد قريش أناس عندهم المال والتروة والسلطة والجاه وشعروا بالكبرياء والخيلاء ثم بعد ذلك بدأوا يؤلهون أنفسهم وبدأوا يفعلون ما يحلو لهم ليس هناك موانع كل محرم بالنسبة إليهم حلال هناك خمر هناك نساء هناك كل ما يشاء فجاءهم نبيهم صالح نبي الله صالح جاء عند قومه من ثمود فقال لهم يا قوم عليكم أن تعبدوا ربكم وتوحدوه وتمجدوه عليكم أن تسيروا وفق تعاليمه فقالوا ما هذه الخرافات وما هذه الأساطير هذا الكلام القديم دائما المعارضين يصفون كلام الدين بأنه قديم حتى في التاريخ الصحيق نفس التهمة قالوا هذه الأساطير الأولين لا نريد أن نسمعها منك فكان سيدنا صالح نبي الله عليه السلام يستعمل جميع الأساليب للإقناع كل أسلوب للإقناع والتأثير يستعمله وكانوا يسخرون منه مرة كانوا مجتمعين وهم سكارة ويعربدون نساء وموسيقات ورقص وصالح عليه السلام بعكازه وبعمامته وجبته وهو متاطئ الرأس ويقول يا قوم إني رسول الله إليكم يا قوم لا ترفضوا دعوتي فإن الله ينظر إلي وقد كلفني بذلك وهم يسهرون فقال أحدهم يا صالح انظر إلى هذه الصخرة كانت بجانبهم صخرة كبيرة فقالوا هل يستطيعوا ربك أن يعيد هذه الصخرة إلى ناقه وكان أجود المن عندهم هو الجمال الجمال الصفر كتتسوي الثامن الكبير قال لي هل يستطيع ربك أن يعيدها ناقة فيها أوصاف أعطوا أوصاف دقيقة أن تكون صفراء اللون وتكون بدينة وتكون قوية وعيناها كده وكده وشكلها كده وكده هل يستطيع ربك إذا كان ربك يستطيع فليفعل نؤمن بك وأنا داك نقتنع بأنك صادق وبأنك فعلا صاحب دعوة أما إذا لم يستطع ربك فذهب أنت وربك فقال يا قوم أتواعدونني وتعاهدونني أنني إذا طلبت من ربي هذا الأمر ونفده أنكم تؤمنون بالله قالوا نعم نعاهدك قال إذا سوف أدعو ربي فسجد صالح عليه السلام وصار يدعو الله تعالى يا رحمن يا رحيم يا قوي يا قادر يا مبدع يدعو الله تعالى فإذا بالصخرة تنفطر وتصير ناقة بنفس المواصفات التي طلبوها فتعجبوا عجبا شديد وقالوا يا صالح فعلا إنك أنت نبي وهذا الذي وقع معجزة وهذه كرامة ونعتدر منك يا صالح على كل ما فعلناه لكن سيدنا سنع أخبرهم بأن من طلب من الله معجزة عليه أن يستعد للإبتلاء سوف يبتليكم ربكم لينظر هل أنتم صادقون في اعتقادكم أم متدبدبون متشككون فقالوا ماذا الإبتلاء قال وكان عندهم الماء قليل الماء شحيح كان هناك بئر فيه ماء شحيح فقال لهم أنتم تسقون من هذا البئر جميعكم كل قوم تمود فهذه الناقة سوف تشرب منه لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم يوم خاص بالناقة تشرب كثير ما كانت شباشا وأنتم عندكم اليوم الموالي فحينما يأتي يوم الناقة كانت تشرب كثير كثير حتى لا يبقى في البيع إلى القليل وحينما يأتونهم يجد الماء قليل فلو أنهم سلموا الأمر لله ولو أنهم أطاعوا كان ربنا سوف ينجحون في الاختبار وسوف يعم عليهم الخير ويأتي الماء والنماء والبركة لكنهم تعجلوا فاجتمع نفر منهم وقالوا لماذا نصبر على هذه الناقة هيا بنا بالليل نقوم فننحرها فاجتمعوا فيما بينهم وفكروا على أنهم يقومون بنحرها وأكلها وانتهت القصة فلما فعلوا ذلك ربنا حضرهم سيدنا صالي حضرهم ماذا قال ربنا عز وجل كذب الثمود بطغواها في الطغيان مرض الطغيان من الأمراض الخبيثة أخطرنا السرطان إذا كان في دولة في مجتمع في مؤسسة في إدارة في شركة في أسرة يدمرها إذا كان الطغيان يدمر كذب الثمود بطغواها إذ انبعت أشقاها شقي من أشقيائهم هو صاحب الفكرة فقالوا هيا ندبح هذه الناقة إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياغا فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها رفضوا جميع التحذيرات ورفضوا جميع التنبيهات ورفضوا جميع الإرشادات والتعليم فعقروا الناقة دبحوها ما الذي وقع فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسوها فلا يخاف عقباها فدمدم كلمة دمدم يقال دمدمت البئر إذا ردمته ردمته بالتراب والصحر وصار سويا مع الأرض هذا كلمة دمدم معنى دمدم عليهم ربهم بدمبهم ربنا لم يطلبهم وإنما بسبب ذنوبهم وعصيانهم وتعنتهم فدمدم دمدم بمنأ لك أن تتحيل أن ربنا عز وجل جعل عاليها سافلها قلب عليهم الأرض الأرض قلبات جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم مطرا فساء مطر المندرين مطر بالحجارة ليس مطر بالغيط بالماء بالحجارة فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها بعد أن وقعت مثل البراكين والزلازل سواها صارت الأرض مستوية لما انتهت القضية الأرض صارت مستوية وكأن شيئا لم يقع أرض تظهر لك كأنها لازلت بكرا منذ عهد آدم عليه السلام وقد كان فيها أقوام وفيها حركة دؤوبة تجارية وحركة اقتصادية وأناس وبنايات كل شيء صارت تحت الأرض وصارت الأرض مستوية فسواها فلا يخاف عقبها لا يخاف عقبها يعني ربنا عز وجل لا يخاف من يخاف هل ربنا يخاف هل يخاف من أن هؤلاء القوم سوف يبعتون وينتقمون من الإله ربنا لا يخاف الذي يخاف هو الدول الزعماء زعيم قد يعاقب دولة فيخاف من أن تقوم هناك حركات ثورية وتقوم هناك ميليشيات ويمكن أن تصل إليه ويمكن أن تؤدي أقاربه يخاف كل الناس يخافون البشر فيه النفس بشارية فيها الخوف لكن الله تعالى لا يخاف ربنا إذا فعل الشيء ففعله من يستطيع أن يواجهها وهو على كل شيء قدير فلا يخاف عقباها لا يخاف العاقبة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات على مسامع كفار القريش لعلهم يرتدعوا وقد أعطاهم صورة متكاملة عن الشمس وضحاها والقمر إذا تلانها وعن هذه الكواكب والنجوم والنهار والليل والسماء والأرض أعطاهم قدرة الله على الخلق ثم أعطاهم نبدة معمقة عن النفس البشرية التي بين جوانحهم ثم أعطاهم نموذج لمجتمع بشري رفضوا الدين فكان عقبتهم الضمار هذه الصورة أيها الأحباب الكرام سماها ربنا سورة الشمس وفيها من الآيات الدل على وجوده وفي تفسيرها الناس كانوا أشكال كان هناك بعض الشيعة يفسرون كلاما سياسيا كلاما لا يليق منهم من أردان يفسرها فقال ما معنى الشمس وضحاها قالوا هو فسروها قالوا هو محمد رسول الله صلى الله وسلم والقمر إذا تلاها يعني سنويه قالوا هو سيدنا علي بن أبي طالب والنهار إذا جلاها قالوا هو الحسن والحسين خرجوا من علي والليل إذا يغشاها قال هم حكام بني أمية وقد محاهم الله من الأرض هذا كلام تفسير يسبب تفسير مغرد تفسير سياسي وتفسير له علاقة بحطام الدنيا ورغبة في الحكم أما التفسير أهل الإيمان واليقين فلا شأن لهم بالدنيا ولا بنعيمها يكتفون بما أعطاهم ربنا عز وجل من أرزاق ويشرئبون بأعناقهم إلى الدار الآخرة للقاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين اشتركوا في القناة